الشركة المصرية الأوروبية وتشمل العديد من المطهرات، اللقاحات والأمصال المنتجات العلاقية وتشمل العديد من المضادات الحيوية، مضادات الالتهاب، ومضادات الطفيليات الداخلية والخارجية، ومضادات طفيليات الدم أيضاً توفر الشركة العديد من منتجات الصحة التناثلية الشركة المصرية الأوروبية يسعدنا ويشرفنا دائماً خدمتكم والتواصل معكم بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً بكم أعزائي المشاهدين الإنسان والحيوان طبعاً زي ما احنا بنقول علاقة الإنسان والحيوان كل مرة علاقة أزلية، علاقة حب، علاقة أمراض مشتركة، علاقة وسيقة طبعاً برنامجنا النهاردة عنوان الحلقة عن الأمان الحيوي والصحة العامة وده طبعاً زي ما احنا بنقول المنوط بها الأول هو الطبيب البطائي يشرفنا وجود اليوم معنا الأستاذة الدكتورة مونة محرز نائب وزير الزراع للصورة الحيوانية، لشؤون الصورة الحيوانية والداجينة والسماكية ورئيس بحوظ بمعهد صحة الحيوان ورئيس جمعية الأمان الحاوي صراحة مناصب جديد والحاصلة على جديد من الجوائز العالمية علم من أعلام الطب البطائي، يعني كلنا بنبص إن هي يعني على طول هي قدوة للطب البطائي كعلم، كنحية تنفيذية، كنواحي اجتماعية، جميع النواحي بنحب الدكتورة مونة أهلاً وسهلاً بحضرتك وكل سنة وجميع المشاهدين والمصريين بخير بمناسبة شام النسيم ومناسبة أعياد إخواتنا المسيحيين ورمضان كريم على كل الأمة الإسلامية دكتورة مونة، يعني موضوعنا طبعاً حيوي وهام موضوعات كتير جداً هنحاول إن إحنا ناخد بعضها يمكن هنبدأ ومن خلاله هنتفوع بموضوع نهج الصحة العامة الصحة الواحدة وإزاي إنه هو علاقته بالأمان الحيوي كأساس للموضوع بتاعنا فعاوزين طبعاً نتكلم أنا أعرف طبعاً أن حضيك من ضمن الناس اللي هم دخلوا نهج الصحة الواحدة مصر هنا ويبتدى الشغل عليه وابتدى أنه هو يبقى طبعاً ليه علاقة بكل حاجة في الحياة سواء علاقة بالغذاء علاقة فهنأخذ أول حاجة علاقته بالأمن الحيوي وإيه هو ونتكلم في عجالة كده عنه الصحة الموحدة وان هيلز ابتدت الحقيقة على مستوى العالم 2004 وكانت بدايتها لأن إحنا كان عندنا في هذه الأوقات ظهور إنفلوانزة تيور وظهور المرض السارس وبعد المرضين دول مرضين خاصين طلعين من الحيوانات إلى الإنسان وبالتالي العالم كله حس أن فيه هيحصل جائحة بإنفلوانزة تيور في هذا الوقت الجائحة دي معناها إن إحنا بدل ما بيحصل أو تبريك أو يحصل وباء داخل قطاع الحيواني وكان في الوقت ده الدواجن لأ إن ممكن ينتقل هذا المرض للإنسان ودي يعني بداية إن المرض ده بعد ما بيروح للإنسان ممكن يتحور ويبقى من إنسان لإنسان زي ما بيحصل دلوقتي في الكورونا لكن من 2004 ابتدت العالم كله يتكلم في وان هيلس 2008 ابتدى الكلمة وان هيلس تتغير تبقى وان هيلس وان وورل وبالتالي الصحة لا تتجزأ على مستوى العالم معناها إيه؟ معناها إن النهاردة إحنا في عهد العولمة معناها إن النهاردة حركة التجارة ونقل البضائع ما بين البلدان سريع جدا معناها إن الركاب بيتنقلوا بطريقة سريعة جدا معناها إن الأمراض الناشئة والمستجدة الناشئة اللي الجديدة زي الكورونا والمستجدة إن المرض يختفي ويرجع تاني بشكل تاني أو يرجع بشكل القديم كل الأمراض دي موجودة ومستمرة وطبعا دي خلت العالم كله يبتدي يفكر طيب طول ما أنا في زيادة سكانية بتزيد طول ما أنا بغير الشكل العام بتاع الكرة الأرضية وبزود الصناعة في العالم كله في التغيرات المناخية والاحتباس الحراري اللي بيغير المنظومة كلها كل ده معناه إن هيبقى فيه أمراض تنشأ ودي نقطة حاكمة لما جم يعملوا دراسة طيب هي الأمراض دي بتيجي منين وأسبابها إيه لأوا إن 70% تقريبا من الأمراض بتيجي من العلاقة ما بين الإنسان والحيوان أو منتجاته أو البيئة المحيطة بالحيوان ولقوا إن في العقود الأخيرة إن كل أربع حالات مرضية أو أمراض جديدة ناشئة تلاتة منها جاي من القطاع الحيوان ده خلى يقول إيه بقى ما ما ينفعش الأطباء البيتريين يشتغلوا في مجال منفصل عن الأطباء البشريين لأن أنا لو أنا خدت الإجراءات اللازمة في القطاع الحيواني وأنا اديت دفعة لهذا القطاع علشان أمنع انتشار الأمراض فيه أو إنها تتنقل أمنحها وإنها كمان إنها تتنقل للإنسان دي هتخلي الإنسان المريض أو اللي بيموت لا يعوض بمال وبالتالي هنا خلوا طيب أنا عشان أحافظ على الإنسان كصحة كأمن غزائي لأن طبعا الزراعة والإنتاج النباتي والحيواني هو الأمن الغزائي وبالتالي لو أنا حفظت على هذا القطاع فيبقى فيه أمن غزائي مش كده وبس ظهور الأوبئة بيأثر في اقتصاديات الدول النهاردة وده واضح لنا جلياً النهاردة إن اقتصاديات الدول النهاردة بتتغير النهاردة اللي بيصدر مش عارف يصدر واللي بيستورد مش عارف يستورد وده حيدخلنا لنقطة إن الخريطة الدولية هتتغير في الأيام اللي جاية وهنتكلم فيها لما نروح لكورونا لكن إيه بقى العلاقة بينه بين الصحة الموحدة وزي ما قلت حضرتك الأمن الحيوي الأمن الحيوي تريند طلع بردو مع الصحة الموحدة وإحنا في مصر الحقيقة كنا سبقين وإن إحنا بردو في ظهور إنفلونزة الطيور لما رحنا تعلمنا في أماكن كتير أنا وزملائي على مستوى المعاهد البحثية والخدمات البيترية لأماكن كتير دولية لقينا إن ابتدى يظهر جديد إن يبقى في جهات غير حكومية بتقوم بالدور دعم سلسلة الإنتاج والجهات الصحية والبيترية بعملية الأمن الحيوي فإحنا هنا عملنا أنشأنا جمعية المصرية لأمن الحيوي إيجيبسة 2009 الحقيقة إحنا أنشأناها بس كان قبلها في ورش عمل وشغل وتدابير طبعا هي NGO مسجلة في وزارة التضامن وقامت بدور كبير جدا جدا في تحقيق الأمن الحيوي طب الأمن الحيوي عشان ما ندخلش في الجامعية الأول نقول إيه هو الأمن الحيوي نفذ عنه الأمن الحيوي هي الإجراءات اللي يقوم بها معمل علشان يمنع تلوث البيئة لو هو بيشتغل معمل تشخيسي أو نقل الميكروب أو الفيروس إلى الطبيب أو الفنيين أو المقيمين المقيمين معاهم في هذا المجال إزاي أنا أعمل إجراءات الأمن الحيوي في المستشفيات علشان أمنع انتشار انتشار المرض ولو حضرتك هتشوف هتلاقي سارس كان معظم الحالات اللي تمت وماتت في سارس كانت نتيجة ما يحدث داخل المستشفيات من عدم تطبيق نظم الأمان الحيوي وبنسميها البيبي إيز البرسونال بروتيكتيفز إكويبمنت إن أنا كطبيب كمساعد كفني في المستشفى إزاي أنا أقوم بالإجراءات اللي تحميني من الأمراض اللي أنا بكشف على مرضى مش عارف عنده إيه وبالتالي أنا إزاي أحمي نفسي فدي بالنسبة للمستشفيات طيب إحنا مش كده وبس إنت لما بتيجي تبني مستشفى أو معمل أو أماكن دي لها إجراءات برضو مرتبطة بالأمان الحيوي لأن النهاردة لازم يكون عندك الهيبا فيلترز اللي بتبقى موجودة علشان الهوى اللي داخل هذه المنشآت يتم عملية الفلترة ليه وبالتالي ده بيبقى حتى فيه عملية الأساس دي المعامل أو المنشآت وده ما حدث فيه عندنا في معهد بحث الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة إن إحنا عندنا المعامل اللي هي بايو سيفتي ليبل سري لأن فيها كل الآليات بعملية فلترة الهوى طيب هل ده كفاية؟ لأ أنا بلبس بيبي إيز وعندي فلترة الهوى لكن كمان الأجهزة اللي داخل الأماكن اللي أنا بشتغل فيها زي اللي منفلو مثلا أنا بعض الفيروس أنا بعرف العينة دي عايزي أعرف فيها فيروس إي أنا لازم أبقى بروتكتد والإنفايرومنت بروتكتد أو البيئة محمية وبالتالي هنا لازم يكون عندنا نظام الأجهزة اللي بتساعدني أنا على حمايتي أنا كطبيب أو مساعد أو فني وكمان البيئة طيب هل الأمن الحيوي مرتبط بهذه الأماكن فقط؟ لا الأمن الحيوي مرتبط بالمزارع ويمكن إحنا خدنا دور كبير جدا في تطبيق الأمن الحيوي في المزارع وإزاي أحافظ على القطعان بتاعتي إنها ما يحصل لهاش أمراض سواء أمراض حيوانية يتأثرلي على اقتصاد الإنتاج ويحصل أو بيئة ونفوق أو إن كمان يتنقل المرض ده من القطاع الحيواني للإنسان وبالتالي الأمن الحيوي زي ما طبعا حضرتها طبيب بطري وعارف هو منذ إنشاء يعني وإنت بتنشئ المزارع لازم يبقى لها أبعاد ولازم يبقى لها اتجاه ولازم لازم فيه بعد وقائل ما بين المزارع والمزارع علشان نقل المخاطر انتشار ولازم زي ما حضرتك قلت اتجاه الهوى بيروح من الكلين من المناطق الكلين إلى الدرتي علشان ما يأثرش على أو من السن الصغير للسن الكبير لأن السن الصغير ما بقاش عنده أمراض وبالتالي كل ده بيتحط فيه الاعتبار داخل كمان المزارع بنهتم كمان بالعاملين إن هم الإجراءات اللي بيقوم بها للعاملين إن ما يروحش مثلا سوق طيور حية أو مواشي ويدخل المزارع بتاعته وإجراءات أخرى من التطهير وخلافه هو ده بيهوى معنات صلت ريفوني بس ده بوضو بيوضح لنا حاجة مهمة جدا حضرتك كلمت فيها إن يعتبر الدواجن أو مزارعة الدواجن المزارع مثلا أهم نوع من أنواع الحجر يعني إحنا بنقول إن إحنا كل واحد دلوقت عشان خطر الفيروسات وكده بيحجر في بيته وقعد في بيته وكده فهو المزارع عموما عبارة عن مظهر من مظاهر الحجر لأن مجرد ما دخلت الكاتاكيت خلاص أنا والعمال بتوعي والعلف والمهم هو داخل المزارع أصبح في أن هو في حجر عن جميع البيئة المحيطة معنا اتصال بس من محمد من محافظة الكاهرة ألو السلام عليكم السلام عليكم لو سمحت لو أنا عندي حيوانات عايزة عمل لها وقاة ضد فيروس كورونا عامل إيه؟ ماشا واسم محمد الدكتورة هتقول لنا الاحتياطات الوجبة نحن نتكلم فيها عموما بس إيه؟ ناخدها ونوجع لها تاني تمام أنا عايزة أقول لحضرتك طبعا أن في العالم كله ويمكن البلاد المتقدمة بيقتنوا الحيوانات الأليفة داخل منازلهم وده هيستلزم من حضرتكم أن وجد أن القطط على سبيل المثال ممكن يتنقل لها عدوة من شخص مصاب بالكورونا وبالتالي أنت النهاردة الحاجات بتاعتك أو الحيوانات بتاعتك ما تخرجيهاش في الشارع في الظروف الحالية لأن أنت مش عارفة مدى تلوث أو كان فيه حيوان ماشي أو فيه بني آدم عند كورونا أنت إحتياطاتك أن أنت زي الحيوان اللي موجود عندك في المكان زي البني آدم إحنا ده بيتم عليه الحجر أن هي بنقول هو كمان عايز ولو فيه في العيلة لا يقدر حد من المحتمل أن يكون مصاب أو مخالد أو خلافه ده هنا بالنسبة طبعا للكورونا ده هنا لازم زي ما بنبعد المريض ده عن كل العائلة ويكون ليه مكان خاص بيه حمام خاص بيه عدواته الخاصة كل حاجاته الشخصية خاصة بيه برضو لازم يكون فيه بينه مسافة وبينه وبين الحيوانات الأليفة علشان ما تاخدش منه العدوة ويحصل لها إسابة هو إحنا بنقول يعني إيه يعني هو الغيط دلوقتي يا حضرك الوقية الواضحة للفيروس أو المعلومات الكافية عن الفيروس ما زالت تحت الدراسة طبعا فاللي إحنا بنقوله طبعا لأي حد سواء عنده قطة عنده بيوبي عجول إنه هو ياخد احتياطاته حتى لو هو الحيوان ده ما بيتحدييش ممكن ما تنوش العدوة لكن ممكن كسطح لو أنت خرق دلوقتي بره مثلا في الغيط وفات عليه فلاح آخر أو شخص آخر ويعطس أو كح ممكن يستخدم كسطح استخدمه كسطح ده ممكن بعد كده حضرك تاخده البيت عندك تلمسه كده اتنقل عن طريق إنه هو كسطح هادي فإحنا بنقول إنه إحنا ناخد احتياطاته زي بحضرك قلتي إنه هو أي حد بيعبي حيوان يعمله حجر في المكان بتاعه سواء كان الزريبة بتاعته سواء كان المزرعة بتاعته يبقى داخل المكان بتاعه لغاية إشعار آخر لغاية ما نقول إن الحمد للدنيا أنا بس عايز أأكد على إنه من دواعي الأمن الحيوي بالنسبة للقطاع السرع الحيوانية والداجنة إنه أنا تتبعيده خالص عن كل ما فيش حاجة اسمها زيارات للقطاعات الحيوانية حتى المواطنين العاديين في الوضع العادي لزي ما حضرتك قلت إحنا بنحطهم تحت الحجر وهذه الصناعة بتتحطي تحت الحجر المزارع النظامية سواء في الإنتاج الحيواني أو الداجني ما فيش حد يقدر يدخل هذه المزارع إلا بعد إجراءات عنيفة جدا من في مزارع مثلا جدود الدواجن بينام يومين في الحجر عشان يدخل المزرعة ولازم ياخد أكتر من مرة شاور ولازم يلبس لبس خاص بالمزرعة ولازم يتم تطهير يده وكل ده إجراءات بنحافظ بيها على قطاع السروع الحيوانية فهو زي ما حضرتك قلت إحنا بنبعد الحيوانات عن الحيوانات الأخرى وعن كمان الإنسان الآخر اللي هو مش مسؤول زي ما حضرتك قلت يا صناعة الدواجن الدورة دي حجر حجر للدواجن وحجر القائمين عليها بالزبط وهم يعني الحجر عليهم مش جديد يعني إذا كان الناس بتتكلم على الحجر أو الالتزام لا هم بيروح من أول الدورة يخرجوا مع نهاية الدورة علشان حفاظا على القطاع اللي بيقوموا به فالحقيقة هم النهاردة ممنوع امتقى العامل من مزرعة المزرعة ومن عمبر العمبر كل دي إجراءات بتتم في قطاع السروة الداجنة الحقيقة لأن هي من والحيوانية طبعا المزارع النظامية هي دي بوضع حضرتك بتاخدنا النقطة يعني إيه طالما سمحة ما تدخلنا في موضعه كونا فيعني الأمن الحيوى طبعا هو عباعا خطة عباعا برنامج كبير الإجراءات التي يتم تنفذها للحيلولة دون انتقال من حيوان إلى آخر من حيوان إلى إنسان والعكس أو إلى البيئة وبالتالي هو دي الإجراءات اللي بتتم فكل قطاع لي إجراءاته يعني إحنا النهار ده لو بنتكلم على المستشفات لها إجراءاتها المعامل الفحص لها إجراءاتها مصانع اللقاحات لها إجراءاتها المزارع لها إجراءاتها معامل التفريخ لها إجراءاتها وإحنا الحقيقة يعني مصري كانت سباقة لأن منذ إنشاء الإجبسة وعملية الأمن الحيوي كان بيتم فيه دورات تدريبية من خلال هذه الجامعية المصرية الأمن الحيوي اللي أنا الحمد لله أن أنا أنشأتها وزملائي طبعا في معهد بحوث صحيح الحيوان أنه نعمل مرجعي للرقابة على الإنتاج الدجيني هما دول اللي إحنا ابتدينا الأول والناس دي قدرت تعمل منظومة وقدرنا نعمل العديد من ورش العمل لتدريب ومؤتمرات وحضرتك جبت فيها ناس من الخارج والناس من الخارج دول عملوا اختبارات لبعض الأطباء في المعهد البحوث وابتدروا خدوا شهادات وترينج معتمد ومتحنوا حوالي تقريبا 13 دكتور دلوقتي معاه اعتماد كمدرب لعن الأمن الحيوي فدي حاجة كويسة جدا وعاوزين منها المزيد لأنا عايز أقول لحضرتك إن الجامعية دي وصلين حوالي 600 عضو باستمواة من الأعضاء دي من المعاهد البحثية بوزارة الزراعة بالشكل العام من زملائنا في وزارة الصحة لأنهما كانوا إيد بإيد بنشتغل مع أيام إنفلونزا تيور حتى قبل هذه الجامعية فإحنا كون عندنا وده يمكن حقيب أتكلم فيه في الصحة الموحدة قدي إيه إنفلونزا تيور وكان خفنا إنه يبقى فيه جائحة أو بانديميك لإنفلونزا تيور وتتحول إلى مرض بشري من إنسان لإنسان خلى يعني إحنا كان عندنا زي ريهيرسل يعني كنا يعني اتدربنا وجربنا وكان فيه طبعا قرارات من السيد رئيس الوزراء في ذلك الوقت ووزير الصحة ووزير الزراعة ووزير البيئة وسادة المحافظين فكان فيه اجتماع يومي يا إما في وزارة الزراعة يا إما في وزارة الصحة والحقيقة عملنا مجهود وعملنا لنك ما بين القطاعات اللي بتأكد إن الصحة الموحدة أساسية النهاردة لنمو القطاع الصحي على مستوى العالم لازم يبقى مربوط هذه القطاعات كلها وبعضها لأن النهاردة الأمراض الناشئة النهاردة والمستجدة عندها القابلية أنها تنتقل من الحيوان للإنسان وبالتالي أكيد مش عايزين نزود العبء على وزارة الصحة إنه يبقى فيه المرضى كتير وبالتالي كل ما يكون أنا بمنع انتقال المرض من الحيوان للإنسان بإجراءاتي بالتحسينات الهامة بالعلاج كل ده يخلينا نقول إيه؟ إن الطبيب البطري وعلى مستوى العالم الطبيب البطري هو خط الدفاع الأول لصحة الإنسان هو خط الدفاع الأول للأمن الغذائي هو خط الدفاع الأول لسلامة الغذاء كل ده الطبيب البطري بيقوم بيه طواعية وهو دايما في خط الدفاع الأول لأن على سبيل المثال يعني مرض حم الودي المتصدع اللي موجود دلوقتي في بلد السودان الشقيق ربنا يعني يكملها معاهم وإن شاء الله يعني يقضوا عليه إن إحنا برضو حصل عندنا في مصر أكثر من مرة والمرض ده مرض مميك بينتقل للإنسان وقد إيه الأطباء البيترين قاموا بدور كبير في عملية التحصينات الهمة اللي خلت هذا المرض لا يظهر في مصر منذ يعني يعني بقالنا فترة الحمد لله ما عندناش والإجراءات اللي الطبيب البيتر بيقوم بيها في المحاجر البيترية عشان التأكد من إن الحيوانات سواء حيوانات حية أو بشكل منتجات إن هو يتأكد من سلامتها وقبل ما كمان يوافق على الاستيراد بيدرس الحالة الوبائية في البلدان المصدرة لمصر وبيقوم زملائه في المعاهد بحوث صحة الحيوان بفحص كل هذه المنتجات للتأكد من سلامتها علشان نضمن للمواطن المصري إن كل اللي بيأكلوا سليم وخالي من الأمراض ودي نقطة مهمة جدا بيقوم بيها الطبيب البيتر هو بس قبل ما نبعد عن الأمل الحاوي يعني طبعا هو الموضوع بتاع الغزاء ده مهم جدا وهو في الآخر برضو إحنا يعني إنجاز للطب البطري إن إحنا نوصل للاكتفاء لأن جائحة الكورونة دي برضو زي ما هي قلنا وان هيلس وعالم واحد هي قدت اليومين دول إن إحنا رجعنا تاني شبه جزء منعزلة إن إحنا دلوقتي كل دولة رجعت تاني لحرط الصف وبقت كل دولة مع نفسها فلازمة مع نفسها دي مع أنها الغزاء بتاعها متوفر عندها اكتفاء ذاتي من اللحوم عندها اكتفاء ذاتي من الدواجم من البيت فده نظرة هنوح لها بس النظرة القادمة اللي هي اللي بنتكلم فيها دلوقتي بتاع الأمان الحاوي اللي عاوزين ننهي بيهن هي نحاول نوصل للمواطن البسيط بالنسبة لإجراءات الأمان الحاوي اللي هي الخاصة بيه يعني إحنا عارفين ده تريند كبير جدا وليه مداخل ومخارج كتير جدا ومنهج وعناصر وتطبيقات واشتراطات إحنا بالنسبة للمواطن البسيط اللي هو دلوقتي عاوز الأمان الحاوي بتاعه في العمل في طريق العمل في طريق العودة أثناء العمل أثناء التسوق كل ده كده بيعتمد على الأمان الحاوي صحيح هو طبعا الجامعية المصرية الأمان الحاوي مش بس دورها أن هي تقوم بتدريب وتأهيل أو أو يعني بتساعد في تدريب ونشر الوعي في الأماكن الهامة زي وزارة الصحة ولا الزراعة ولا البحث العلمي أو الجامعات إنما كمان دورها دور اجتماعي زي ما حضرتك قلت لأن النهاردة وده يعني واضح إن الإجراءات الصحية بقت النهاردة من أساسيات إن أنا فيه سلوكيات لازم هتتغير وفيه آليات لازم المواطن النهاردة يعني كيب ديستنس دي كلمة مهمة جدا لازم يبقى فيه كده مسافة بينه وبين الإنسان لازم أما روح شغلي أبقى إحنا طبعا توقيف العمل مش هينفع بالشكل لكن طبعا إحنا بنلتزم بالإجراءات اللي الدولة بتقولها ومتحددها أقول لتأليل الأعداد لكن إحنا أنا في شغلي لازم أكون أنا مهتمية بإن أنا ألبس الكمامة بتاعتي الغسيل الإيد الأسطح اللي أنا بشتغل عليها دايما أتهرها وغسيل الإيد الكتير ده هو أهم نقطة في العملية لأنه أنت على طول إيدك بتلميس مبتحدد ثانية بالصرون فكل ده مهم جدا طبعا الأسطح داخل العمل وكمان داخل البيت وكمان المواطن لما يرجع بيته ما يدخلش الجزمة بتاعته دلوقتي في البيت وعلى الإطلاق لأن النهاردة الجزمة دي مشت ممكن يكون تلوست زي ما قلنا أن الرزاز للمرضى وخلافه ممكن يلزق في الجزمة ويدخل بيها وبالتالي لأ حطها الجزمة بره وحاول تتهرها بكلور أو خلافه لأن دي كلها عوامل ممكن تنقل المرض عملية الغسيل وعملية أنك أنت تسيب مسافات كل ده بالقال لعملية أن الواحد ممكن ياخد هوا الفيروس الكورونا جديد وفيروس الكورونا لكن هو في الآخر فيروس لو احنا تكلمنا هو في الآخر فيروس يعني أنا أحط كل اللي يخوفني من الفيروسات وحطها قدامي إلى أن يثبت العكس علشان أنا ما عملش حاجة ممكن تأثر على صحتي وبالتالي الفيروس ممكن يتنقل الهوا ممكن يتنقل في الهوا طب احنا كل ما يكون احنا في مسافات يكون أفضل بيتنقل بالرزاس طبعا لأنه هو مرض بيصيب الجهاز التنفسي وإحنا طبعا عارفين زي زي الإنفلوانزا أن احنا لازم يكون في مسافة وأن الواحد لما يعتص يبقى معه منديل علشان ما يلوش المكان اللي هو فيه كل دي عمليات مهمة جدا للمواطن المصري اللي يخلي باله منها علشان احنا كمان المواطن المصري اهتماماته بالأكل وعملية يعني النهار ده في الزل الظروف أنك أنت بقى معظمنا ما بيخرجش بعد الظهر بقى فيه فرص أنك أنت تقرأ وتسترخي تقص الاجتماعي والقص طبعا وأنك أنت تاكل أكل صحي صحي بالبيت مصر فيها ميزة أنا باعتبرها مش موجودة على مستوى العالم احنا عندنا انتاجنا الزراعي وهو ده المهم في نظام الجهاز المناعي الخدار والفاكهة في مصر متوفرة لأقصدرجة وحنا بس ناخد فاصل وهنكمل في النقطة دي لأن دي نقطة مهمة جدا والحمد لله زيادة الوعي وفوصة أن فعلا الشعب بقى واعي جدا لحاجات كتير جدا هنتناقش فيها بودو بس هناخد فاصل ونرجع معكم تاني اشتركوا في القناة الشركة المصرية الأوروبية تعمل الشركة المصرية الأوروبية منذ أواخر القرن الماضي في الأدوية البشرية والبيطرية توفر الشركة العديد من المنتجات اللازمة لرعاية وتغذية وعلاج مختلف الحيوانات الأمان الحيوي وتشمل العديد من المطهرات اللقاحات والأنصال المنتجات العلاقية وتشمل العديد من المضادات الحيوية مضادات الالتهاب ومضادات الطفيليات الداخلية والخارجية ومضادات طفيليات الدم أيضا توفر الشركة العديد من المنتجات الصحة التناثلية الشركة المصرية الأوروبية يساعدنا ويشرفنا دائما خدمتكم والتواصل معكم بسم الله الرحمن الرحيم جعنا لك تاني مع الدكتورة مونة محرز طبعا كأحدى أعمدة الأمان الحيوي العمود اللي هو بيجي التاني أو إيس بوضو بالتساوي مع الاحتياطات والحاجات كلها اللي قلناها اللي هو التحصين طبعا دلوقتي في مصر حضرتك كنا بنتبع اللي هو التحصين بتاع الحمى الكلعية وبتاع الوادي المتصدع وده شيء مهم جدا اتباعه طبعا معنا دلوقتي الأستاذ الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة لخدمات البريطارية يوضح لنا موضوع ووجوع لجانة تحصين مرة أخرى أثناء جائحة كورونا السلام عليكم أهلا وسهلا إزاي كما علي الدكتور أهلا وسهلا بحضرتك كنا عاوزين بس نعرف من حضرتك دلوقتي يعني شوفنا الفترة دي طبعا بنمرض بجائحة الكورونا في نفس الوقت إلزامية رجوع لجانة تحصين تاني لأن ده زي ما احنا بنقول العمود الرئيسي في الأمان الحيوي فعاوزين بس حالك توضح لنا النقطة دي وهل فعلا هنبتدي ترجع لجانة تحصين تاني وإيه هي الإجراءات اللي هتخذها الهيئة العامة لخدمات البريطارية خلال الفترة اللي جاية للحفاظ طبعا على الأطباء البريطاريين ضد كورونا وضد أي مرة المشترك بسم الله الرحمن نحن نشوف حضرتك طبعا الهيئة العامة لخدمات البريطارية مرتزمة بالحفاظ على سروات الحيوانية وخاصة الحيازات اللي معها صغار المربين طبعا الظروف الحالية احنا جديد معادنا معادة تحصين المكسف للحمى القلعية احنا حققنا نجاحات طبعا بالتوجيهات طبعا معالي الوزيرة استاذتنا استاذة تولمونا واخن بدأنا في 2019 في 2018 و2019 وان احنا كوننا مناعات عالية عند الحيوانات ده ادى الى ان احنا في اخر الشتاء اللي هو 19-20 ادرنا نسيطر على الحمى القلعية بكافة انواعها الـ A والـ O والـ S2 الحمد لله احنا عندنا صفر اصابات الحاجة التانية ان احنا المرض التاني اللي هو حمى الوادي المتخطط انتشر في السودان وامتد شمالا راح ليبيا ليبيا اعلنت عنه في ديسمبر 2019 وبرضو في شهر ثلاثة اعلنت وجود الفيروس اللي هو حمى الوادي المتصدر برضو المشكلة ان فيه في دول الجوار معانا في ليبيا دلوقتي حمى عندهم دولة حمى قلعية طيب ايه احنا الحمد لله من خلال الاجراءات المكسفة اللي احنا عملنا بيها قدرنا نسيطر ونقول ان احنا عندنا صفر او زغيره بقى حمى قلعية حمى قلعية صفر حمى ووادي المتصدر كل ده جيه من خلال الحمالات المكسفة اللي بتقوم بيها الهيات الهيات العامة الخدمة المكسفة ومدرياتها المختلفة كافة المحافظات وجدت بتعاون السادة المتربين بان احنا يسمحون لنا ان احنا او يقدمون لنا الحيارات العامة طيب احنا دلوقتي طبعا اثناء الكريزيز ديت واثناء الازمات دي بتبقى كل الخيارات صعبة اه دلوقتي احنا في حاضر اه القوة البشرية مش مكتملة فطبعا انا صعب علي دلوقتي ان انا انافذ الحملة المكسفة ولكن ايه الطرق البديلة الطرق البديلة ان انا دلوقتي طبعا انا مقدرش ان انا ننسحب وان احنا ننسيب الحيوانات بدون رعاية فالوحدات البيطارية شغالة فقلنا خلاص ان احنا نشتغل اي حيوانات اولا يتم التوعية والتنبيه ان ده وقت الحملة القومية للحوم القبعية ويتم التحسين من خلال الحيوانات اللي بتيجي الوحدات البيطارية طبعا اي حيوان بييجي راجب ممكن يكون معا خمسة حيوانات ننبه عليه ان هو يحصن باقية الحيوانات دي اما يجيبهم الوحدة اما طبيب الوحدة يتحرك مع اخف كافة الاجراءات الحماية الشخصية للحفاظ على نفسه وللحفاظ كمان على السادة العملاء كويس وتنفيذا لهذا الاجراءات طبعا وتحسبا لحدوث اي حظر كامل على اي منطقة جغرافية اي ادارة بيطارية او مدرية تم توزيع كافة المستلزمات الخاصة من المخازن المركزية هنا في القاهرة على كافة المحافظات نحن نتكلم على اللقحات نتكلم على هدوية نتكلم عن المطهرات نتكلم عن المبيدات نتكلم عن السنجات كافة وزعناها كلها اللي بيها يحصل اكتفاء ذاتي لتسهيل اداء الخدمة انما احنا ما طلبناش وقلنا ما يحصلش يحصل اي تجمعات تؤدي الى او تكون رزق لانتشار مرض الكورونا وده دكتور يعني بيدي انطباع طبعا ان الاطباء البيطارين خط الدفاع الاول دائما يعني احنا شفنا في الفلونزا تيوه ويمكن كانت اخطر من الكورونا وكانت نسبة العدوى بين يعني اخطر ونسبة الوفاء اعلى واغم كده وقف الاطباء البيطارين وقفة جمدة ضد الفلونزا ولانهم في كل الاماكن اللي ضاقت نوما كانوا بيوحوا البيوت اسناء الفلونزا وهي اخطر فاتخاص الاجراءات دلوقتي مع ان احنا بنتماشى مع النظام منظمة الصحة العالمية بناخد كل الاجراءات يتهلي توفير الكحول مع الاطباء البيطارين توفير الكمامات توفير كل المستلزمات دي هتدي قوة اكتر من اللي حصل فالفلونزا تقول ان احنا خلاص خدنا يعني خبرة عن الماء اللي فاتت فان شاء الله هنقدر ان احنا نكون دائما خط فعل اول وهنكون احسن بنشكرك استاذنا اولا طبعا معركتنا مع الكورونا دي مع هذا الانطلاق يعني مع هذا السريع الانتشار واخدار حزرتك عند مديرات الطيب البطري في كل المحاصصات واخدارك بتساهم بما تملك من فنيين ومعدات تقليل الحمل الفيروسي من خلال تطهير كافة المنشآت اللي عليها او اللي بيتمي فيها تواجد كثير من المواطنين ايا كانت المنشآت دي حكومية او غير حكومية اه طبعا احنا زي نقول حزرتك احنا يعني بنعمل اه قدر الوحيدات البيترية وليست من خلال اللي بيتمي فيها التجميع وارجعنا الى ارجعنا الحملة المكسفة انها هتكون بعد انحصار او وقت بعد انحصار المرض الكورونا ان شاء الله فاحنا دلوقتي مجهزين نفسنا اللي بيها بإذن الله تعالى ان شاء الله في القريب يعني ان احنا ندخل بالحملة المكسفة بعد السيطرة ان شاء الله على الكورونا اه طبعا انا يعني احبنا يحبسنا جميعا ويحبس بلدنا وان شاء الله بإذن الله ما تعدي الامور اللي عليها هو برضا بنحب ننوح برضو على مجهود سيادتكم ان احنا شفنا مرتين شكر لدولة رئيس الوزراء في موضوع المساعدات ورش جميع المنشآت الحكومية مش بس المنشآت الخاصة بطب البطري لا جميع المنشآت الحكومية او معظمها تم تطهيرها وعشها فده شيء مشرف للطب البطري كله بنشكر حضرتك استاذنا الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة لخدمات البطرية شكرا يا فاتح هنرجع تاني نقول العمود التاني والتحصين وصراحة يعني انا واحد من الناس الشهود العيان اللي بشهد ان حضرتك قائد موضوع التحصين على مستوى مصر كلها التحصينات والمناعة للحيوانات ما قبل دكتورة مونة محرز وما بعد دكتورة محرز واثناء طبعا تغيير كامل كنا بنشوف الحيوانات نافئة كتير جدا عاد وكتير جدا ابتدت يمكن لسه استاذنا الدكتور عبدالحكيم قال بالوقتي وصلنا لغاية صف فكل ده ما هو الا ما الجهود طبعا لسيادتك احنا بنشكر حضرتك عليه طبعا النجاح جايز بياخد وقت شوية لكن في الاخر بيبان وبيظهر وبيبقى ليه طعم ولون تاني فحضرتك تكلمين انا بوضف نقطة حصنات ديت وده عمود مهم من الامن الحيوي يمكن حضرتك قلت الامن الحيوي وعلاقته بالمواطنين النهاردة لما كنا بنتكلم ان احنا عايزين نطنبق نظم التحصين من بيت لبيت اخدت مننا مجهود علشان نقنع السادة المربيين في اسر فقيرة ومعدمة واللي عنده راس واللي عنده يوصل لعشرة فكان الموضوع صعب جدا زميلي طبعا الدكتور عبد الحكيم رجل يعني عالم واحنا اشتغلنا بكل علم كنا بنروح وبنعدي على المواطنين من بيت لبيت ونقنعهم وطبعا السادة مدير المدريات كانوا بيقوموا بالارشاد في اماكنهم للمنتجين وبالتاني المربيين دول النهاردة بقوا عارفين قيمة ان انا لما حصنت ما بيقاش عندي حالات نفوق والحالة مرادية انا النهاردة بعد ثلاث سنين عمل دقوب في هذا القطاع وصلنا لزيرو ودي لم تحدث على مدار الخمسين سنة اللي فاتت معناها ان احنا كسبنا ارض كويسة معناها ان احنا نحافظ معناها ان احنا ما نخليش تاني المناعات تقع لان هي ما بتتبنيش في مرة ولا اتنين ولا تلاتة هي تراكمية انك انت بتزود منعات او الاجسام المناعية المضادة للفيروسات اللي منتشرة او اللي موجودة في البلد فعنشان كده كنا مهتمين قوي بالحمة القلاعية والمعايد بتاعتها والحمة الوادي المتصدع والحمة الوادي المتصدع هو مرض خطير بيقدي الى يعني حالات وفاة شديدة في المواطنين كلها اوات مشتوك وفيوسين طبعا النهاردة استكمالا للمنظومة ان شاء الله الدكتور عبد الحكيم وزملاءنا اللي بنشكرهم دايما على خط الدفاع الاول زي ما بنقول لو للتحسين وزيره النهاردة حمة ودي متصدع كان زمان المرض ده راح للبناء الدنيين راح للمواطنين وده النقطة الهمة اللي احنا بنتكلم عليها ان التحسين التيور وتحسين الحيوانات للامراض اللي بتأثر على صحة المواطنين وبتنقل لصحة المواطنين مهم جدا وكمان التحسين اللي بيحافظ على القطعان بتاعتي لان زي ما انا قلت ده بروتين حيواني هو المهم لجهازي المناعي وبالتالي انا بعمل امن غزائي علشان اساعد المواطنين انهم يكون جهازهم المناعي واكسامهم قوية علشان يقدروا يقوموا اي مرة الحمد لله احنا لغد الوقتي يعني الاكسام المناعية بتاعت المواطنين المصريين ضدكونا الحمد لله جايبها يعني الى حد ما بالنسبة اللي بنتشوفه في العالم كله الحمد لله كويسة عاوزين بس نقطة مهمة جدا يعني لازم ان نتكلم فيها قبل ما انتهي الوقت بتاعنا هي نقطة اهم الصناعات والاستصمارات البيطارية هي الدواجن وهي الدواجن ده هو يعني بنقول بوتين وخيز بالنسبة لناس اللي احنا وصلنا دلوقتي الدواجة خلاص الى حد ما اكتفاء ذاتي وعاوزين الصناعة دي تستمر طبعا احنا ان شاء الله يبنينا حلقة كاملة عنها بس عاوزين في عجالة كده الدواجن لازم تبقى هي واص مال الصواة الحيوانية انا عايز اقول نقطة مهمة زي ما قلنا على الانجازات اللي تمت وزيره امراض بالنسبة لحملات التحسين اللي قمنا بها وبكل قوة كمان اهتمام السيد رئيس الجمهورية والسادة رؤساء الوزراء ان احنا يكون في اكتفاء ذاتي بالنسبة للانتاج الداجيني لانه هو البروتين الارخص وان احنا اصلا هذا القطاع هو فيه عمالة كسيفة وبالتالي فرص العمل للمواطنين كمان مواتية احنا في اخر ثلاث سنين احنا عاملين استثمارات مع القطاع الخاص بحوالي ربعمائة مليون طائر ودي نقلة نوعية خلت النهاردة عندنا الانتاج منها ابتدى يطلع فيه الاسواق وخل فيه عندنا اكتفاء ذاتي واحنا عندنا اكتفاء ذاتي من البيض واكتفاء ذاتي من الدواجن ودي نقطة مهمة هو ده الارخص بروتين موجود في مصر وبالتالي احنا النهاردة اذا كانت من الوهو بتقول انت تاكل ايه تاكل خضار فاكهة تمنع الحاجات الملحة والسكريات واللحوم الحمراء لانها برد على الانسان فانا النهاردة البروتين الحيواني اللي بيهمني عشاني وعشان منعتي وعشان أطفالي وعشان المواطنين بشكل عام هو الدواجن الحمد لله يعني بدعم الدولة السنين اللي فاتت والاجراءات اللي تم اتخذها وعملية ان احنا الاستثمارات للقطاع الخاص قام بيها بدعم من الدولة والاراضي اللي عملنا خريطة استثمارية في قطاع الدواجن قدر المربيين والمستثمرين يبتدوا يأخذوا الاراضي تبقى لي برضو البعد الوقائي زي ما حضرتك قلت والامان الحقيقة عشان ما نعملش مشروعات جنب مشروعات يومي تنقل العدوى كنا عاملين خريطة استثمارية انا وزملائي في الوزارة ومازالت الخريطة موجودة لكن احنا عملنا استثمارات استثمارات دي بقى يخش فيها دكاتة البيتارين انا اسمعت ان فيه دلوقتي الزهير صحراوي في بني السريف والفيوم ننشط الاطباء البيتارين ان هم يبتدوا يكيدوا يعني يبقوا قادة للمشاريع الداجنة ديت لان عندهم فكر وعندهم نشاط كبير جدا فعاوزين يبقى فيه تواصل بين الاطباء البيتارين مفيش مشروع ما بيستعينش بطبيب بيتاري على فكرة انا عوزنه بقى اصحاب مشاريع يقدر هو يقدر بقى يعملوا ايه لاطباء البيتارين يقدر يعملوا مجموعة مع بعض ويعملوا مشروع بتاعهم لكن الطبيب البتاري ما زال هو الحلقة المهمة في عملية صناعة الدواجن لان ما فيش مشروع قائم ما بيستعينش بالطبيب البتاري اللي هو بيحط له خريطة التحسنات الامان الحيوي اللي هو بيحط مثلا لو فيه مشكلة علاجية هو اللي بيعملها فكل ده الطبيب البتاري طبعا كل ما بنفتح لان حضرتك المشروعات زي ما بنقول هي كسيفة العمالة العمالة والفنيين والمهندسين الزراعين والاطباء البيتاريين فانت بتفتح فرص عمل كمان لشرائح عديدة واحنا بنقول دايما ان مصر فيها صناعة الدواجن قوية والحقيقة كل القائمين عليها ناس وطنيين قدروا يزودوا انتاجهم قدروا النهاردة يحققوا الابتباق الزادي احنا النهاردة بننتج 13 مليار بيضة احنا بننتج مليار ومئة مليون طائر كل ده ما حدش لو انت عايز تستورد مش هتقدر تستورد الكيميات دي في العالم كله وبالتالي احنا النهاردة مصر الحمد لله بفضل زعيمها ورئيسنا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قدرنا نحقق منظومة محترمة من الكتفاء الزادي وده هينفعنا لي من دول هينفعنا لي من دول في زل الجزء المنغالقة لا احنا اغلاقنا على نفسنا ومعنا اكلنا وشقوبنا وتمام ومش محتاجين حاجة مبارك انا عايز اقول لحضرتك النهاردة البلاد العظمة النهاردة بتفكر ترجع كل صناعات عندها فاحنا النهاردة الحمد لله عندنا الاكتفاء الزادي وعندنا سلسلة كبيرة من حتى التصنيع في هذا القطاع وانا بعتبر الكورونا دي لكل يعني كبوة فيه منحة والنهاردة المنحة يعني المحنة اللي احنا فيها هتقدي الى منحة ان احنا حب العمل وحب الانتاج وحب التصنيع وانا انا اعتمد على نفسي والأمن الحياة وتعلمناها والانسان كلها بقى عندها وعي الوعي اهم حاجة الوقت في المجتمع احنا طبعا يعني في نهاية حلقتنا ان شاء الله يعني لينا حلقة تانية يعني يمكن الوقت مع حضرتك يعني كان حلو جدا ندارة نورة خلصة على طول فبنشكر حضرتك الاستاذة الدكتورة مونة محرز نائب وزير الزراع لشؤون السواء الحيوانية والداجنة والسماكية الأسبق بنشكر حضرتك في نهاية وان شاء الله نكمل مع حضرتك الحوارات والدواجن والحاجات الكويسة اللي اتعاملت ان شاء الله في مصر ومزيد الى الانتاج شكرا دكتورة شكرا شكرا